من جنوب لبنان معنا مراسلة العربي جويس الحاج هوري ومن الجليل الأعلى مراسلة التلفزيون العربي كريستين رينوي وأبدأ من جنوب لبنان مع مراسلتنا جويس وآخر التطورات الميدانية كما ذكرت هانادي الأبرز حتى هذه الساعة وهذا العملية التي نفذها حزب الله قبل قليل بمسيرات انقضاضية باتجاه موقع إسرائيلي وقاعدة إسرائيلية هذه العملية يقول حزب الله أنها أتت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية يوم أمس على القرى والبلدات الجنوبية ومنذ يوم أمس يعمت حزب الله إلى الرد فورا على استهداف القرى والبلدات الجنوبية من خلال عدة عمليات تحدث عنها اليوم وتحدث عنها أيضا في بياناته يوم أمس بأنه قام باستهداف عدد من النقاط العسكرية الإسرائيلية وذلك ردا على استهداف القرى والبلدات الجنوبية تحديدا استهداف الخيام استهداف النبطية واستهداف مركبة يوم أمس واليوم أيضا خصوصا وأنه فجر هذا اليوم كان هناك غارة إسرائيلية على بلدة كفاركلا وتدمير لأحد المباني المؤلف من ثلاث طبقات في هذه البلدة المتاخمة والمواجهة بشكل مباشر والقريبة جدا من مستعمرة المطلة الإسرائيلية والتي منها أيضا يتم استهداف عدد من القرى والبلدات الجنوبية إذن نحن أمام ساعات من احتمال أن تكون هناك تطورات إضافية خصوصا في حال قام الجانب الإسرائيلي بالرد على هذه العملية التي أعلن عنها حزب الله قبل قليل وأنه أيضا نحن بانتظار وترقب لما إذا كان حزب الله سيستكمل اليوم ردوده على عملية اغتيال أحد قادته أبو نعم قبل أيام والتي قال حزب الله أن الرد على هذه العملية لم ينتهي بعد